بعد ذلذة أيام عاش خلالها سكان العاصمة نواكشوت على إيقاع مهرجان كاس رئيس الجمهورية لسباق الليبل المنظم لهول مرة بالمضبار الحديث لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والمقام على مساحة خمس كيلومترات غرب العاصمة على الطريق الرابط بين نواكشوت ونواذيبو تصل فعالية هذا المهرجان إلى ختامها وقايع هذا المهرجان شهدت إضافة إلى منافسات كاس رئيس الجمهورية لرياضة السباق الليبل تنظيم عدة فعاليات أخرى من بينها الألعاب ورياضات التقليدية ميدرسيك وكرور ووامد إضافة إلى منافسات في رياضة الرماية التقليدية شرت بمشاركة عدة أندية وأخرى في رياضة الفروسية الحفل الختمي لهذا المهرجان تميز بحضور معتبر من قبل المهتمين بالرياضات والألعاب التقليدية وقدمت خلاله الجوائز المالية والكؤوس للفائزين الأوائل في مختلف المنافسات التي شهدها المهرجان المدير العام للثقافة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سلم جائزة كاس رئيس الجمهورية لسباق الليبل وذلك للفائز الأول في السباق وهي عبارة عن سيارة فاخرة مصنوعة خلال السنة الحالية بعد ذلك سلمت نائبة رئيسة جهة واكشوت جائزة المركز الثاني فيما سلم عمدة تبرغزين جائزة المركز الثالث قبل أن تترى بقية الجوائز العشرة الأولى لسباق الإبل وخلال ذات الحفل سلمت جوائز المراكز الثلاثة الأولى في رياضة الفروسية وجوائز المراكز الثلاثة الأولى في رياضة الرماية التقليدية مشفوعة بالجوائز الخاصة بالألعاب التقليدية غامت والسيق وكرور حجم المشاركة التي يحظي بها كاس رئيس الجمهورية لسباق الإبل تشكل سانحة لتعزيز الاستثمار في هذا النوع من الرياضات التراثية الأصيلة اشتركوا في القناة